دولة المصرية توفر له حماية اجتماعية واسمحولنا كده بنقول بعض الأرقام بنقول ضم حوالي 14 مليون فرد ضمن تكافل وكرامة في عام 2021 ب19 مليار والفقر يتراجع الحقيقة بالنسبة كبيرة يعني منذ عام 2019 بدأت نسب الفقر تتراجع في مصر بشكل ملحوظ مش هنقول نسب معينة ولكن بشكل عام بدأت تتراجع طبعا مع توفير فرص العمل ومع محولة القضاء على مشكلة البطالة فبدأت نسب الفقر تتراجع هموما هنتكلم عن التكافل الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية بشكل عام من خلال هذا اللقاء اللي بيسعدنا وبيشرفنا فيه الكاتب الصحفي الأستاذ علاء الحلواني أهلا بحضرتك معنا أهلا بك فانم صباح الخير على حضرتك على كل استاذ المشاهدين أستاذ علاء اسمح لنا كده في الأول نتكلم بشكل سريع ونلقي ضوء على أحدث القرارات اللي أصدرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثا وبرامج الحماية الاجتماعية اللي بتوجه للعمالة غير المنتظمة ودي الحقيقة اللي أسعدت عدد كبير جدا لأن عندنا فعلا نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة في المجتمع المصر هو بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يمكن الدولة المصرية وسيادة الرئيس على وجه التحديد منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية في منتصف 2014 وهو لا يقلو جهدا في زيادة برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام على كل المصريين وبالتحديد الفئات الأقل دخلا كلنا عارفين أن بعد أحداث 25 يناير أن معظم الأنشطة ومعظم المجالات كانت تأثرت بما حدث في أحداث 25 يناير ده بخلاف أن كانت عندنا بعض الأزمات الكثيرة اللي هي كانت بيتم زي أنا بيقولوا تأجلها أو تسكنها زي المسكنات أن أنا بأجل ظهورها لفترات أخرى وبأجل عمليات الإصلاح الاتصادي وده تم تصديره بقى وزاد بشكل كبير بعد أحداث 25 يناير علشان كده الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كانت وبالتحديد بعد ثورة 30 يونيو في منتصف 2013 كان لابد أن أنا أكون بعلاج هذه المشاكل الكثيرة اللي ظهرت عندي من خلال زيادة برامج الحياة والحماية الاجتماعية ظهرت برامج عندنا كثيرة مثل التكافل وكرامة وغيرها وزيادة المخصصة التموينية وزيادة المعاشات وغيرها من الفئات المهمشة خاصة العمالة المسلمية وغيرها من كل هذه الفئات لكن خلينا نقول بشكل عام أن الموضوع كمان في الفترة الأخيرة تزايد بشكل أكبر بعد أزمتين هما وصلت لأزمة ثالثة في الفترة الأخيرة الأزمة الأولى كانت أزمة كورونا التي ضربت كل دول العالم وبناء عليه يعني غيرت تركيبة المجتمع العالمي كله بالنسبة للذات على المستوى الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي وأيضا على المستوى السياسي وبعدها كمان أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وذي اللي رفعت الأسعار إلى معدلات قياسية إلى أن وصلنا إلى مرحلة الأزمة العالمية الاتصادية اللي بيمر بقى العالم كله نتيجة المتغيرات اللي شافها العالم في الفترة الأخيرة وده يمكن رفع الأسعار في كل دول العالم بطريقة يعني أو بنسبة غير معقولة يمكن ما شاهدهاش العالم كله في على مدار عقود طويلة في الفترة الأخيرة علشان كده الدولة كانت لها عدد من الإجراءات وعدد من الفعاليات وعدد من القرارات اللي هي بتصب في إحداث التوازن إحداث الاستقرار في السوق دعم الفئات الأقل فترا أو في الدعم الفئات الأكثر احتياجا وأيضا السواد الأعظم للشعب المصري اللي هم النسبة اللي بتعدي 50% من اللي هي النسبة الفئات المتوسطة علشان كده بدأت الدولة تاخد برامج كسيرة بدأناها بدأتها الرئاسة في أول ما بدأته بزيادة المخصصات التامونية ده من جانب عملت زي ما أيضا تكافل وكرامة في الفترة الأخيرة حياة كريمة زودت المعاشات أكثر من مرة وضعفتها وزودت المرتبات نفس القصة كي تتعدى أثار الأزمات الاقتصادية وترفع الدخل المواطن المصري لكافة الفئات كل ده ساهم بشكل أكبر فيه زي ما حقق أشرت في المقدمة إن أنا عندي يمكن نسبة نسب الفقر أقلت بشكل كبير جدا عن الفترات السابقة وده لما نجي نواجهها بالوضع الحالي ويمكن للأسف الشديد الناس ما بتاخدش بالها من الكلام ده لما أنا أجأ أشوف في الوقت الحالي وأشوف كان عندي نسب يعني 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 في يعني في بداية الألفية التانية كانت نسب عالية آه بداية الألفية التالتة يعني كنا لسه في بداية الألفية التانية يعني ما بعد ألفين حتى مش ما قبل ألفين لما شوف أن أنا عندي نسب الفقر في محافظات الصعيد ومثلا محافظة نسكر كانت نسبة الفقر فيها لتعدى التمانين في المية طبعاً ما عادش الكلام ده خلص نهاية وكان نسب أقلت بنسب غير حضرتك قطاع الصعيد ده تحديداً يعني دلوقتي فيه اهتمام كبير جداً موجه لقطاع الصعيد وإقامة الكثير من المشاريع كمان حضرك عايزين نشير لنقطة مهمة أنه على الجانب الآخر وبناء المشاريع القومية الكثيرة وتوفير فرص العمل لأنه الحقيقة يعني علاج أزمة البطالة أو المشاكل الاجتماعية أو الأسر الأكثر اجتياجة لازم يمشي فيه الكثير من المسارات أولاً بنقول توفير دعم أو توفير مرتبات للعمالة غير المنتظمة لكن على الجانب الآخر لازم من توفير فرصة عمل لأنه مهما كان فيه دعم مادي ولكن لازم رب الأسرة أو المسؤول عن الأسرة سواء رجل أو امرأة لازم يكون عنده فرصة عمل وده أيضاً بتسعى الدولة جاهدة لتوفيره من خلال المشاريع القومية ده كانت النقطة المهمة وأهم ما اتخذته الدولة لعلاج المشكلة الاقتصادية بشكل عام المشكلة الاقتصادية اللي بينتج عنها كل المشاكل اللي بعدها سواء جانت مشاكل اجتماعية أو جنائية أو أرمية بص كل المشاكل بتنتج عن هذه المشكلة فيمكن بعد زيادة برامج مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها والمعاشات والمرتبات مش هفضل ان انا اقدم الدعم على طول بدون ما يكون عندي انتاج بدون ما يكون عندي انجازات ويمكن ده اللي ساهم في ان احنا نتخطى أزمة كورونا يعني احنا كل العالم حاسب أزمة كورونا يمكن مصر لم تعيش هذه الأزمة يمكن اللي بدأ يعني ما تأثرش مصر أو زي ما كل العالم تأثر بعد الحرب الرسالة الأوكرانية أكتر لأن ده اللي كان تأثيره أكبر من كورونا نادرا يعني ما كانت بتحصل أزمة في سلعة معينة أو حاجة ده كان بشكل زي ما حاجة بتقول بشكل يعني يعني يكاد يكون يعني بنسبة 5% أو 10% ده أكبر دليل على ان احنا عندنا بنية تحتية أساسية وقوية الحمد لله مستعدين ربنا ما يجيبش حاجة وحشة ولكن أي أزمة خرج عن إرادة الجميع فإحنا مستعدين إن احنا نواجهها يعني آه تمام اللي هي الأزمة العالمية وبعدها جات الارتفاع الأسعار اللي هو في الفترة الأخيرة لكن خلينا أقول إن الشيء المهم جدا مقامت به الدولة من إصلاح شامل سواء على المستوى السياسة والاقتصاد أو الاجتماعي وبالذات في ناحية المشروعات والإنجازات ده اللي خلنا نقف على رجلينا وخلنا بنواجه بنواجه كل ده يعني على أرض صلبة على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني إلا إن ده يعني إحنا كان عندي زي ما بيقولوا حقيقة صد لو شفنا الإنجازات اللي عملتها الدولة في الفترة الأخيرة بداية من التوسع الزراعي الغير مزبوك اللي شهادته مصر في الفترة الأخيرة وده يمكن بتحسب بالكيادة هذا التوسع بيحسب الكيادة السياسية لما نشوف حضرتك مصر على مدار سنواتها أو مدار العقود الأخيرة أو الكورونية الأخيرة كلها كانت بتقف عند مساحة 6 مليون فدان في الأراضي الزراعي ورغم أن زيادة عدد السكان تضعفت عدة مرات إلا إن إحنا كنا سابتين عند 6 مليون فدان وعلى الرغم وأيضا ده يعني ما زاد عنده عند 6 مليون فدان على مستوى مصر كلها وقلت هذه النسبة وقلت هذه الأراضي بعد أحداث 25 هلايا نتيجة الاعتداء على الأراضي الزراعية لكن ما حدث بعد 2015 بالتحديد اللي هو بدأنا فيه الإنجازات إن أنا أصل في هذه الأيام إلى ما يقرب من 9 مليون فدان أزود مساحتي ويمكن دخلين على 10 مليون في الخطرات القادمة إن شاء الله إن أنا أشوف ده في ظرف 5-6 سنين أو أزود نسبة رقعة الزراعية 50% ده كان شيء إعجاز إن أنا أصل لهذا الرقم هذا الرقم يمكن مش ده في الدلتا في الوادي في الصحراء الشرقية أو في الغربية أو في سينة لما ضيف في سينة عدد كبير يمكن دخلنا يمكن في سينة في 600 ألف فدان بيتم استصلاحهم ومشروع المليون ونصف مليون فدان وغيرها ده حلقة بقى منطقة سينة دي تتكلمنا عنها كثيرا ومحتاجة كمان حلقات يعني طبعا التنمية الشاملة في منطقة سينة وإقامة المشاريع القومية طيب أستاذ علي اسمح لنا برضو نلقي الضوء على نقطة تانية وهو دعم السلع التموينية يعني إحنا عندنا خبر بيقول دعم السلع التموينية بحوالي 90 مليار جنيه والحياة هي أرقام تقريبية يعني ولكن إحنا برضو عايزين ننبه المواطن أنه ارتفاع في أسعار السلع التموينية ده زاد بنسب عالمية وليس عندنا هنا في مصر فقط ولكن ده زاد زيادة عالمية حتى لو كان زاد زيادة بسيطة هنا في مصر نقدر نحن نتقبلها وبتسعى الحكومة برضو لتقديم المزيد من الدعم لهذه السلع التموينية ولكن ارتفاع الأسعار ده أمر خارج على إرادة الجميع لأنه ارتفاع عالمي وليس ارتفاع محلي ده بالتأكيد هو يمكن رقم 90 مليار ده رقم أكيد صحيح 100% لكن خلينا أقول مش هو 90 مليار بس اللي أنا دعمت بهم السلع التموينية للمواطنين وانت عارفة من نسبة كبيرة جدا من المواطنين اللي هم المت مليون بيحصلوا على هذه المساعدات أو على هذا الدعم لكن خلينا أقول لحضرك أيضا في مقابل ده كمان أن أنا عندي مشروعات القوات المسلحة مشروعات وزارة الداخلية بتحافظ على الاستقرار وعلى التوازن لو لا ده مع الإجراءات مع زيادة المخصصات مع قيام الدولة بالعديد من المبادرات كمان سواء اللي هي المبادرات الأهلية أو المبادرات الحكومية لتقليل الأسعار أو لخفض الأسعار كنا مع الاتفاع العالمي اللي حضرتك أشرت إليه كان يبقى عندنا كوارث كبيرة لكن بفضل ربنا رغم ده أننا عندنا استقرار نسبي لكن خلينا نقول أننا عندنا رغم جهود الدولة الكبيرة اللي هي بتحافظ بها على الاستقرار وعلى خفض الأسعار على قدر ما تستطيع عندنا شيء إنسى البيت الشيء الأول على التجار جيش التجار على الاحتقار على المواطن نفسه اللي هو بينجرف لشراء بعض السلح كلما عندما تزيد أسعارها أو لعمل مخزون أو غيره وعمل أيضا التجار على زيادة الاحتقار أو إخفاء السلح في بعض الأوقات ويمكن ده خلينا نقول برضو أن بعد أجهزة ركاة ووزارة التموين لا تقوم بالدور الرقابي الأمس وبالتحديد مفاتيش التموين لابد أن هما يقوموا بالدور الأمسل في هذا الموضوع والله يحرك يعني الأجهزة الرقابية بتقوم بدور كبير ومجمود كبير جدا ولكن للأسف يعني فعلا الجشع عدد كبير جدا من ضعاف النفوس طبعا طبعا يعني في حرب على طول دائرة وفي مواجهات دائرة يعني بنقول رسالة لكل مواطن مصري لازم يكون عنده مسئولية مجتمعية يعني في هذه الأوقات الصعبة أو في هذه الأزمة اللي بيمر بيها العالم لازم اللي هما أصحاب النفوس الضعيفة الدولة لو هيستقبلوا يعني زي الرسالة ده للأسف الشديد ده لازم يبقى فيه مسئولية مجتمعية ودائما يعني دائما عارفين أنه الفلوس اللي هي الحرام زي ما بنقول لا يمكن حيكون فيها بركة ولا يمكن حيكون فيها رضا من الله سبحانه وتعالى ولا هتدرك في رزقهم أبدا بالعكس دي هتنقص وهتقلل من رزقهم في المستقبل ده يعني شيء مهم جدا أن أنا يكون عند التوعية سواء بداية الشيء اللي حقا قلت الحلال والحرام التوعية الدينية دور المسجد والكنيسة دور المسجد والكنيسة دور وسائل الإعلام دور الجامعات والنخب والمفكرين ووسائل والفنانين وكل هذا ده المفروض أنه يبقى لهم دور في هذا الموضوع لكن خلينا نقول على شيء أيضا مهم جدا وهو أنه لابد أنه يكون للمواطن دور أساسا في هذا زي ما أي دولة المستهلك لازم المستهلك يكون في أي دولة ما بيبقى فيها أزمة فيها حرب أو غيره ويمكن أننا طبقناه في مصر في سنوات سابقة كثيرة جدا أن المواطن لما يعزف عن شراء السلع الغالية ستقل سعرها مش هتخزن أو التاجر مش هيحتكرها أو يحاول أنه يخزنها للضغط على المواطن حيحصل عندي توازن أيضا موضوع الاستهلاك الزايد في بعض الأوقات ده طبعا شيء غير مبرر تماما وما بيستخدموش يعني للأسف في شعوبنا العربية وفي المنطقة العربية ده بيزيد فقط لما نشوف في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية شفنا إزاي كانوا بيتحكمهم بس مش بعد الحرب العالمية الأولى والتانية دلوقت احنا شفنا بعد الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية شفنا بريطانيا العظمى وفي إنجلترا في كل دولها بتعمل إزاي إن بتحدد حتى الأطفال بتحدد لهم نسبة من اللبن بإنسب نشب معيالها لكل طفل صحيح الليلة النسب البعض السلع شفنا في مجالات الطاقة إن هم بدأوا يرفعوا السعر أو بدأوا يكلوا للإستهلاك إزاي في النتيجة ده صحيح أو من بعض أجهزة وزارة التموين على الرغم إن أنا عندي شرطة التموين والأجهزة الرقبية اللي هي اللي تابعة سواء لوزارة الداخلية بشكل عام بتكون بدورها الهام جدا للحفاظ على هذا الستقرار سواء من خلال متابعة الأسواق أو ضخ برضو يعني إحنا يمكن شفنا مجمعات أمان وشفنا بعد المبادرات اللي تمت بها وزارة الداخلية وإحنا بنتكلم على وزارة الداخلية دايما بنقول انطلاقا من دورها المجتمعي يعني مبادرات كلنا واحد اللي هي بتقدمها وبتقدم فيها عدد كبير جدا من السلع للمواطن بأسعار مخفضة جدا عشان يبقى فيه منافسة بينها وبين السوبر ماركات الكبيرة صحيح أستاذ علاء يعني فعلا لقاء مع حضرتك قيم والكلام جميل جدا والكلام عن مجهودات الدولة الحية محتاجين ساعات وساعات لكن علشان وقتنا لكن إن شاء الله هيكل لنا لقاءات قادمة مع حضرتك بإذن الله شرفتنا ونورتنا بسير حضرتك مشاهدينا الكرام اتكلمنا عن الزهب الأصفر أو الأمح وبنتمنى بالفعل أنه يكون فيه زيادة في القدرة الانتاجية لمحصول الأمح ونحقق بإذن الله الاكتفاء الزاتي في السنوات القادمة ويكون فيه ترشيد في الاستهلاك استهلاك الأمح وكل منتجاته تكلمنا كمان عن برامج الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي اللي بتقدمها الحكومة المصرية لكل مواطن مصري وإن شاء الله نشوف مصر بلدنا الجميلة في تقدم دائما في الأيام القادمة بإذن الله انتظرونا كل يوم وأسرة جديدة ومصر جميلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة